قصتنا النهاردة عن أميرة المهندسة الشطرة اللي عندها 35 سنة ولسه ما تجوزتش أميرة كانت تعيش حياتها في أسرة مستقرة ماما متها وأختها وأخوها بابها كان مسافر بيشتغل بار عشان يوفر لهم الحياة اللي بيحلموا بيها كانت أقرب واحدة لأميرة في أسرتها هي أختها الأخت دي فجأة جالها مرض الفصام مرض مزمن غير حياتهم كلهم اتغيرت الحياة أكتر وأكتر لما الأب رجع من الصفر نهائي بقيت الأسرة كلها شيء لهم الأخت المريضة دي لو حبوا يخرجوا لازم حد فيهم يقعد في البيت معاها عشان ما تقعدش لوحدها وبقى كل اللي حواليهم بيقولوا كلام بايخ زي خالة أميرة اللي قدت لها مين هيتقدم لك وانتي عندك أخت مجنونة لما أميرة ارتبطت بطيار حبها وحبته وقعد بيت طيارة واستشهد لحد ما أميرة اتعقدت حاست إن خلاص مفيش فرحة هتكمل لها دخلت في كذا ارتباط بعد كده بس كل اللي هي كان بترتبط بيهم كانوا مش مناسبين أو نقدر نقول أشباه رجال قررت إن هي تسيبهم لأنها مش هتتجوز لشانا تجوز وخلاص بقيت مهندسة وشطرة مدير مشروعات بس نجحها في نظر اللي حواليها وفي نظر عيلتها مش كفاية ليه؟ لأنها ما تجوزتش ودلوقتي بيقولوا لها تجوزي وخلاص لو ما حصلش نصيبي بيتطلق يا بنتي وهو لقب مطلقة أحسن ما تبقي اللقب اللي كلنا بنحاربه عانس لحد ما أميرة نفسيتها تعبد خصوصا بعد وفاة ولدها وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور رادو عبدالعظيم استشاري الطب النفسي عشان نشوف ممكن نعمل إيه في مشكلة أميرة وكل أميرة بتاعني في المجتمع مسائل فخولي يا دكتور رادو مسائل جماعة أخبارك إيه؟ الله يخليكي إيه رايك في قصة النهاردة؟ قصة النهاردة هي قصة الساعة كنت بحكي لك في الكواليس قبل ما نبتدي إن لسه كان عندي مريضة عزيزة عليها جدا برضو حوالين السنة ده 36 سنة زي الأمر هي نبغة في القرية بتاعتها يعني هي كانت سكنة في قرية وأتمت تعليمها الجماعي وبقت بتدرس في معهد بلغات وعندها عربيتها ودخلها ونكحة جدا والوحيدة في المكان اللي هي فيه بهذا النسب والحسب والتعليم والإمكانيات النتيجة إن هي تخطط الخمسة وثلاثين وفيه شاب معين بيتلاعب بمشاعرها كل شوية يوعدها بالارتباط ويبقى عايز يستغلها بطريقة أو بأخرى ومن غير ما ياخد أي خطوات جادة والأهل بيضغطوا عليها علشان تتجوز والبديل إنه ناس غير مناسبين تماما جايين علشان يرتبطوا بيها زي ما أنت بتقولي بالزبط البيت دي انتحرت بالقرص اللي بيتحط للغلة بسم فران وراحت المستشفى وما أنقذوهاش في القرية دي كرة دي عشان بسبب الضغط يعني قصة مش قليمة بشكل عادي يعني فأنا بديكي مثل ده اللي أنا عرفته شوفي كام مثل تاني في المجتمع لأن احنا عندنا حقيقة دلوقتي أنه أعداد الزكور في سن الزواج أقل من أعداد الإناس اللي في سن الزواج ونصهم مش عايزين يتجوزوا عايزين يهزروا ويضيعوا وقت حيبتكيبها على رجالة دلوقتي لا البنات البنات عملت عليها وزياد البنات بيتضغط عليها والرجالة مش عايز تتجوز فاحنا مش هنوصل لحاجة يا جماعة بقى إن هو البنت هي اللي تبقى موقفة جوازها يعني دايما بيقولك أنه انت ممكن تكوني شروطك كتير طلباتك كتير وأنا مفعش أحط شروط أو أحلام أنا بطمح لها في مستر بيرفكت من نظري أنا مش هزم يقول نظركوا كلكو هو هز بيرفكت أو هو كامل ولو كل واحدة مش عارفة هي عايزة إيه وأخدت القرار بناءا على اللي هي عايزاه هي مش هتكمل فهنا فكرة ضل راجل ولا ضل حيطة يعني هي كارثة الحقيقة قومية لأنه الحيطة بتسند والحيطة بتقي من البرد والتعب والجوع والدموع مش هي اللي بديها البرد والتعب والجوع والدموع وهعملك أزمات ونحلها مع بعض بالضبط أنا ما كانت شوف حياتي أزمات يا ابني من قبل ما أشوفك بالضبط لك هعملك أزمات ونحلها سوي